موسيقى لا والله مش علامات استفهم ولا حاجة ده شئ ده شئ طبيعي يعني يعني أستاذ نور أبويا وأستاذي واللي اكتشفني واللي اختارني واللي قدمني في أول بطولة تعلمت منه كل حاجة كل حاجة في الفن حتى في التعاملات الإنسانية تعلمت منه التواضع تعلمت منه حب الفن حب الشغلانة نفسها الاهتمام بيها التركيز فيها اختلاف الأدوار حاجات كتيرة قوي بصراحة أنا تعلمتها من أستاذي وأبويا ونور الشريف فيمكن ده كان أول فيلم أتحمل مسؤوليته بالكامل أو أبطره فحبيت إن أنا أهدي أول فيلم لي لأستاذي وأبويا الفني أستاذ نور الشريف أنا مسمي بنتي نور أساساً على اسمه أنا بنتي نور أنا مسميه على اسمه يعني حصل اختيار الاسم ده بعد ما توفاه الله بعد الجنازة على طول وأنا راجع من طريقي بالجنازة للبيت كلمت مراتي وقلت لها أنا أسمي بنتي نور تيموناً بي يعني فده أستاذي وأبويا ولازم أدن له بالفضل طول العمر هفضل أدن له بالفضل قيمة فنية كبيرة جداً أسرى للفن كتير جداً بأدواره وثقافته وفنه أسرى للفن بنجوم كتير قوي قدمهم وكتشفهم أنا مش أول واحد يعني ده أنا وإحمد رزق وعمر يوسف وحسن الرداد وإحمد صفوت وآيتن عامر ودينة فؤالاء أقدم مجموعة كبيرة جداً جداً من الوجوه الجديدة اللي دلوقتي يبقى قوم بنجوم على الساحة يعني كان فارس كنت بصور فارس فما مردتش إن أنا كون موجود وأنا عارف إن الفيلم يعني ينزل عيدي هينزل ما بين العيدين يعني ما كنتش حابب إن أنا كنت حابب إن أنا أوحش الناس شوية بس بالزبط كان قبل رمضان بس قلت رمضان ييجي بقى بتخمة رمضان ينسي الناس قوي بعد شوية بحيث إن فيلم فارس يعني ينزل براحته يعني يا رب إن شاء الله بفكر جداً 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 بس يعني أرسى على الورق اللي أحس نفسي فيه أي إن كان إيه هو مش شرط بطورة مطلقة مش شرط بطورة مطلقة ممكن يبقى دور مش بطورة مطلقة بس يبقى بطورة مطلقة زي أعمال كتير حصلت قبل كده إنه ممكن يبقى تاني أو وياكد الأول أساساً يعني كان في مشروع بطورة مطلقة السالة جداً آآ السنة اللي فات آآ كان فيه مشروع بطورة مطلقة بس آآ تأجل آآ علشان قطر فارس آآ بس المشروع نفسه دواتي ما بقيتش بفكر فيه يعني فبقيت يعني بدور على مواضيع تانية مختلفة والله حالياً أنا مركز بس مع فارس ونزولوا السينيمات هنا وإن شاء الله أنا مسافر جداً إن شاء الله أفتح الفيلم هناك آآ بريمير اللي هناك يعني وإن شاء الله لما أرجع بقى أبتدي أركز بقى وأقرض حاجات اللي عندي وأدور على مواضيع مختلفة لإن أنا أنا هدفي دايماً في الموضوع إن أنا أدور على موضوع وشخصية مختلفة جديدة علي أنا بستمتع بالتمثيل فبحب كل شوية إن أنا أستمتع بحاجة جديدة مش شرط التواجد بدليل إن أنا بقى ليه سنتين ما نزلتش رمضان بعد البرنس وبعد لقلق اللي عمل مليارات المشاهدة فم آآ ومع ذلك باعدت أنا علشان أركز في فارس وبعد كده بقى ممكن أرجع تاني للتلفزيون عادي يعني ربنا خليك مرسي مرسي لزوقكم ونورتوني وشرفتوني ربنا خليك اشتركوا في القناة